أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعدنكم إلى يوم القيامة العريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ظل الله ومن يضل لله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساق وجاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ونوشى الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأا وما قدل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ورية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميتاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصي عام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدله عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتمينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلمة استمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغارم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتمينوا إن الله كان بما تأمنون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضافين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجنوا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضافين من الإجال والنساء والولدان لا يستطيعون خيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساء ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقاشره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح لا تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتعطي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عداما مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمعناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكدام بالحق لتحكم بين الناس بما أناك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان خوانا فيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما همو إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد اختمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنذر الله عليك الكذاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا مغور بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا آئناتا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولومنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان للعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأوانهم جهنم ولا يجدون عنها مخيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله خقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزمه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الر وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء في يتام النساء التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتغرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وكان الله عسعا حكيما ولله ما في السماوات وما فضر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما فضر وكان الله غنيا خميلا ولله ما في السماوات وما فضر وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا وكان الله ثميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين من قصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرامين إن يكون غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلال بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا قفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب لليم للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حذيث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك لسفن من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يوتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اشتركوا في القناة